اهلا ومرحبا بكم في حلقة جيدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الضبط حلقة النهاردة انا هتكلم فيها عن الحاجات الايجابية اللي انا شايفها المرة دي في تجهيز بيج رامي لبطولة مستر اولمبيا عشرين عشرين زي ما احنا كلنا عارفين بيج رامي يعني حظه كانواحش جدا بغاية هذه البطولة لما حابي اشترك في ارنولد كلاسيك استريليا البطولة تلغت وبعد كده كان حيروح اه ايغوبا برو عشرين عشرين وجاله كورونا فيروس المرة دي انا اتمنى ان شاء الله ان كل التجهيزات تبقى على ماي ورام وانا شخصيا متفائل جدا متفائل علشان هو وصل قبل البطولة بحوالي اربعتاشر خمستاشر يوم وبيتمرن تحت اشراف دانيس جيمس ودانيس جيمس اول واحد يعتبر محترف اشتغل مع بيج رامي من البرباريشن كوتشز الجامدين انا قبلت دانيس جيمس سنة 2013 في اول بطولة مستر اولمبيا اشترك فيها بيج رامي هتلاقوا الصور كلها موجودة على الانستجرام والفيسبوك بيج بتاعتنا ايجيبشن فتنس بيج لما انت توصل قبل البطولة باربعتاشر او خمستاشر يوم فانت جسمك هيبتدي الساعة البيولوجية بتاعته تتزبط يعني بيج رامي وصل الولايات المتحدة وابتدى جسمه ياخد على الساعة البيولوجية الجديدة احنا كلنا عارفين ان البطولة المرة دي مش هتتعمل في لاس فيجاس في ولاية نيفادا لا هي هتتعمل في اورلاندو في فلوريدا بالاخص علشان لاس فيجاس عاملة احتياطات قوية جدا علشان الكورونا فيروس لما انت توصل قبل البطولة بخمستاشر ستاشر يوم فانت عندك فترة ان كل هرموناتك ترتاح والجتلاك بتاعك تقدر انك انت تتغلب عليه فماش هيبقى عندك مشكلة في حبس المية مش هيبقى عندك مشكلة في الملاتونين وباقي الهرمونات اللي حصل لها لغبطة عن طريق السفر لساعات طويلة في الطيارة ده اول حاجة تاني حاجة انت بتتمرن مع حد فاهم جسمك يعني دانيس جيمز بيحب بيجرامي جدا وحريص على آآ مستقبله وعلى مصلحته وهم متفاهمين جدا جدا وانا بحب دافت دانيس جيمز جدا وبعدين التفاهم ده هيخليهم هما اللي اتنين يطلعوا احسن حاجة عندهم يعني دانيس جيمز هيكون حريص ان بيجرامي زي ما احنا شايفين دلوقتي هو بيعمل lateral raise drop set من heavy weight to light weight هيبقى مهتم ان بيجرامي يعمل نتيجة جمدة جدا جدا في هذه البطولة هنا احنا شايفين هو بيعمل ال T bar row وده وزن ما شاء الله محترم الفكرة بقى من احنا في ال 14 يوم الحمد لله احنا وصلنا بنتمرن اكلنا مظبوط تمرنا مظبوط النوم مظبوط عايزين بقى كمان نركز على البوزنج الحاجة اللي انا اوقات بحس ان هي اتحسنت ولما بيجرامي عمل البوزنج بتاعه اخر مرة في بطولة ارنالد كلاسيك اوهايو انا كنت شايف ان البوزنج احسن بكتير من المرات اللي فاتت ولكن البطولة الجاية اللي احنا داخلين عليها دي بطولة انا من وجهة نظري قاتلة علشان لما نيجي نفكر فيل هيث رجع عندنا براندون كاري حامل اللقب وعندنا هادي شوبان او موضوع الفيزا بتاعه ده اتحل وكمان عندنا ويليام بونك دي الاسامي المنافسة لبيجرامي في البطولة القادمة هنا بعد لما اتفرجنا على الدروب ست بتاع التي بار بنتفرج على اللاكورل وهنتفرج كمان على اللي حامله بيجرامي البطولة ما هيش سهلة زي ما ناس كتيرة فاكرة في ناس بتقول ان طالما خلاص مفيش شون رودن لأ السنة اللي فاتت انا من وجهة نظري هادي شوبان اتظلم هادي شوبان كان ممكن يعمل مركز تاني بالراحة كان صعب ان هو يكسب البطولة من اول مشاركة له كان فيها حتة سياسة وده له لقب اه في المرة دي التركيز في البطولة لازم يبقى متين في المية متين في المية في الشردينج والكونديشنينج والبوزينج والنحية الجمالية الكتلة العضلية الحمد لله احنا ما عندناش مشكلة فيها وبجرامي ما شاء الله كماس الماس هو اعلى واحد موجود على المسرح لو الكلام ده تغلف ببوزينج كويس وسيمترية محترمة يعني لو اشتغلنا مسلا على الخالفيات زي ما هو شغل دلوقتي احنا عندنا كبيرة جدا الخالفيات والسيبريشن بتاعت الجلوتس والشتغل كويس زي ما هو دلوقتي هيدخل كمان شوية بعد التمرين ده على كل ده وركزنا عليه الدنيا هتبقى مختلفة تماما فيه طبعا سؤال ناس كتيرة طراحته وبتفرج هو بيعمل عشان الهامسترنج فيه ناس كتيرة قالت طب ما هو كده طالما بيج رامي بيتمرن مع دانيس جيمز يبقى هو ساب تشاد نيكلز والكلام ده غير صحيح علشان تشاد نيكلز هو بتاعه اللي مسؤول عن الاكل وعن الدايتينج وهو متعاون جدا مع دانيس جيمز يعني هما الاتنين شغلين مع بعض يعني بالتنسيق ما بينهما بين بعض علشان في حد كان سأل آآ اللي هو اسم على الانستغرام وقال له هو انت آآ وقفت التعاون بينك وما بين بيج رامي وبقى المسؤول عن بيج رامي دلوقتي دانيس جيمز فقال له لأ انا بعمل بتاعته وهو متمرن مع آآ دانيس جيمز قدين اهو بنشوف ودي حاجة كويسة جدا ان احنا برضو مش عايزين نركز قوي على الاوزان التقيلة اللي هي ممكن تعمل اصابات التكنيك مهمة جدا عشان احنا عايزين نحافظ على بيج رامي انا شايف ان المؤشرات ايجابية جدا في هذه البطولة وان بيج رامي بوصوله بدري للبطولة وتجهيزه مع دانيس جيمز مع التنسيق مع تشاد نيكلز ده ممكن ان هو يعمل نتيجة بهرة ان شاء الله وقادي قدامنا اهو الستيتمنت بتاع اللي هو تشاد نيكلز وهو بيقول انا بتاع بيج رامي هو بيتمرن مع دانيس جيمز في الجيم واحنا هنقدم لكم احسن نسخة من بيج رامي ما شفتهاش قبل كده بتمنى التوفيق لبيج رامي بتمنى ان هو يعمل في هذه البطولة حيبقى بالنسبالي انجاز في زل وجود فيل هيث وآآ براندون كوري وهدي تشوبان وآآ ويليام بونك توب سري دي هتبقى حاجة جمدة جدا تماني اتي لك بالخير يا رامي ربنا يوفقك والتيم اللي معك وان شاء الله تجيب لنا نتيجة فرحنا كلنا اتمنى تكون الحلقة دي من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك تكون عجبتكو ونلتقي قريبا باذن الله